أصدرت حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز اليوم الخميس الموافقة 29 سبتمبر بيانا حول اقتحام عشرات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك مطالبة بتحرك دولي تجاه ما ترتكبه بحق الفلسطينيين وعبرت الحركة في بيان لها عن إدانتها واستنكارها الشديدين اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني وعدد من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وحذرت الحركة في بيانها من مغبة استمرار مثل هذه الانتهاكات الخطيرة التي ستفجر الأوضاع وتجدد روح العنف والتوتر وطالبت الحركة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته للجم هذه الانتهاكات وإلزام قوة الاحتلال بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني الشقيق وأرضه ومقدسات الأمة الإسلامية كما طالبت المجتمع الدولي والدول العربية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير اللازمة فورا من أجل عدم السماح بهذه الممارسات التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك واختتمت بيانها قائلة تجدد الحركة موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة داعين المولى عز وجل لهم بالنصر والفوز العظيم على الصهينة الغاصبين ومن والاهم اشتركوا في القناة